السين في الفترة الأخيرة شغالها على أدوات ومواقع الذكاء الاصطناعي بشكل كبير جداً وتنافسي دخلت المجال ده بلا منازع تنافس بقوة من خلال مجموعة من النمازج مفتوحة المصدر والمجانية وأيضاً مواقع وأدوات كتيرة ممكن تستخدمها بشكل مجاني النهاردة حتكلم أيضاً عن موقع من هذه المواقع المجانية وهو موقع cc.com الموقع ده ممتاز جداً وcc حيكون مساعد بالذكاء الاصطناعي حيشتغل معاك كAI سيرش محرك بحث بالذكاء الاصطناعي كمان ممكن تستخدمه في توليد الصورة بستايلز مختلفة وأيضاً كAI ريدنج وممكن كمان يترجم لك أي PDF أو يلخصه لك ممكن يكتب لك إيميل ممكن يكتب لك إنستجرام بوست وممكن يكتب لك أكاديميك بيبر حاجات كتيرة جداً ممكن يعملها موقع النهاردة يلا بينا نشوف هذا الموقع على قناة كل يوم موقع جديد متابعي قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنهاردة معينا فيديو جديد خليكم معينا ما ترحوش في أي حتة هنرجع لكم مرة تانية ورجعنا لكم مرة تانية مع موقع cc.com اللي حطي لك الرابط الخاص به في الوصف أسفل الفيديو ودي الواجهة الخاصة بالموقع عندك download for windows لو أنت حابب إن أنت تنزله على جهازك وده أنا ما بنصحش به زي ما قلت لكم مش كل موقع أو كل برنامج حنزله عندي على الجهاز واستخدمه أن معنا كده أن أنت حتخلص مساحة الجهاز وأيضا في بعض الأحيان يكون بعض المواقع إمكانيات الجهاز ما بتتحملش أنها تعمل لها run فأنا أنصحك أنت لما فيه انترفيس تقدر أن أنت أو واجهة تقدر تستخدمها من خلاله أو playground يبقى استخدمه من خلال هذه الواجهة هنا بالنسبة للدخول ممكن أن أنت تسجل برقم التليفون وبيجيب لك verification code بتعمله تفعيل به ولكن أنا أفضل أن أنت تعمل sign in بجوجل لأن في بعض الأحيان الـ number أو عملية الـ verification بالـ number ساعات ما بتشتغلش أنا هبتدي أعمل sign in بجوجل أكاونت وبتدي أخش به بعد كده إحنا هنخش على الموقع الـ interface الخاص به زي ما إحنا شايفين وهتبص تلاقي أن فيه عندك AI search عندك write for me يكتب لك document وأيضاً image generation ودي حركز عليها بشكل كبير النهاردة والAI reading بيعمل translate بيترجم لك وبيعمل summarize بيلخص لك و الـ papers أو presentations أو report وأيضاً هنا ممكن يترجم بشكل accurate أو دقيق جداً لـ long text و summarize web page أيضاً يلخص لك web page يقول لك مثلاً إيه الحاجات المهمة في هذه الـ web page لو أنت عطته أي لنك يلا بينا نشوف الإمكانيات بتاعته واحدة واحدة أول حاجة بتي تروح على الـ AI search هنا ممكن نجرب أحد هذه الأمثلة هنا هقوله الـ mcb term in AI term ده احنا بنسمع عنه كتير هنا مثلاً mcb term in AI هيبتدي ديني كل اللي هو بحث عنه عن الـ mcb term وهنا هيديك الخمس مصادر اللي جاب لي من خلالهم المعلومات عن الـ mcb زي ما احنا شايفين وتم الصياغتها بشكل جيد يعني ما عطنيش السورسز وخلاص لأ هو كمان تغلي الحاجات المهمة عن الـ mcb زي ما احنا شايفين تعال نشوف حاجة تانية هروح للـ new chat أنا عايز بس أشوفه هو بيدعم اللغة العربية ولا لأ هنا هقول له قم بكتابة بوست عن استخدام الذكاء الاستنائي في التعليم هنا كلمة بوست كتبتها غلط ولكنه هو فهم استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم ثورة تعليمية أم تهديد وهيبتدي يكتب لي كده زي بلوغ عن استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم والفرص اللي بيوفرها والتحديات والتهديدات هنا قال لي أضف مزيدا من الأمثلة الملموسة أنا ممكن أقول له أولا أنه هو ما أعطنيش أمثلة بشكل عملي على استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم أعطاني أمثلة ملموسة مثلا أذكر بعض التحديات التي تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم ممكن كمان أن أنا أعرف منه بعض التحديات اللي بتواجه استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم وهنا بيستعين بمصادر يعني مش بيجيب الكلام من عنده لا هو هنا بيستعين بسورسز معينة من على الانترنت بيجيبها وبيبتدي ان هو يقدم هالي كمان لو رحت كده حدوس عليها حيبتدي يديني المصادر اللي هو جايب منها هذا الكلام اللي احنا شايفين وده بالنسبة write for me فيه الAI reading والAI reading لو رحت عملت بس new chat كده أحسن AI reading الAI reading بيديك أمثلة على بعض الPDF اللي هو عصيها وبيوريك هنا ان هو يقدر ان هو يعمل summarization يقدر ان هو يعمل translation يقدر يعمل حاجات كتير جدا عنده قدرة ان هو يرفع الملفات الفورمات بتاعها bdf txt csv doc xlsx فلو انت عندك excel sheet كمان عايز تسأله عن بعض الحاجات فيه او يحللك حاجات فيه ممكن ترفعه jpg صورة bng تعالا نجرب ان احنا نرفع bdf bdf زي دي هنا كمان بيديني اختراحات انت عايزة تعملي summarize ولا عايزة اكسبلين للدوكمنت دي in simple words نفترض ان انا مش فاكرة قوي بتتكلم عن ايه انا مش عايزة اعمل لي summarize انا عايزة اعمل لي اكسبلين شوية كلمات بسيطة ايه اللي موجود جواها حبتدي ادوس على this document in simple words وهنا حبتدي ادوس على enter AI reading عشان اخش على ال ال bdf اللي انا رفعته زي ما انتوا شايفين ممكن ان انا اعمل translate وهنا هنا كنت مختارة الترجمة تكون للغة العربية ممكن وكمان يترانسليت ال ticast in image حيبتدي ترجملي صفحة صفحة هتلاقي عندك الصفحة اللي باللغة الانجليزية والصفحة اللي باللغة العربية زي ما احنا شايفين الصفحة باللغة الانجليزية والصفحة باللغة العربية وهنا لو انت عايزت يعني تسأل على حاجات معينة او يعمل لك mention لحاجات معينة جوة ال bdf هنا بيديك شوية اقتراحات او انت ممكن تعمل شات ووز بيدي اف زي كده ما بنشتغل مع اي نموذج بالذكاء الاصطناعي ده بالنسبة للجزء المتعلق بالAI ريدنج ممتاز بصراحة ومفيد جدا كمان في ناحية التعليم او الحاجات التعليمية اللي بتحتاج منك ان انت تترجمها او بعض ال papers اللي انت بتحتاج ان انت تحصل منها على معلومة معينة تعالا نشوف نيو شات ونشوف حاجة تانية وهي ممكن يعمل لك بقى تترانسليت لاي تكست هنا انت بتحط التكست مسلا سيه بلغة معينة وانت بتحدد هنا يديتكت هو الوحده اللغة دي ايه يعني افرد انت مش عارف اللغة دي ايه هو هيبتدي يعمل لها ديتكت ويترجمها لك اللغة اللي انت بتعرفها هنا مسلا مثال على ده ترانسليت انتو انجليش هنا دي اعتقد اللغة الصينية ترانسليت تو انجليش Life is determined by what you seek هنا اعتغالك باللغة زي ما احنا شايفين اللغة الانجليزية ممكن كمان يدهلك باللغة العربية او اي لغة اخرى في عندك سامارايز ويبيج ان انت تحط اللينك وهو يعمل سامارايز يعني انا روحت كده عملت سامارايز لويبيج نشوف كده الامثال اللي هو حيديها لي سامارايز زيس ويبيج make something wonderful ستيف جوبس اعتقد ان ده لينك انت بتديله لينك ده لينك كتاب كمان موجود على ويبسايد حيديك ساماراي زي ما احنا شايفين ممكن تطلب منه انه يترجمها لك اي لغة انت عايزها بعد كده والهايلايت وحيكمل بقى معيك بقية السامارايزيشن الخاص بالويبيج حروح عمل نيوشات عشان نجرب مع بعض الامج جينريشن ونشوف هذه الجزئية بالتفصيل لو دوس على الامج جينريشن بالمنظر ده كده حيديك مجموعة من الستايلز المختلفة طيب يعني دي تيمبلتز مختلفة تقدر ان انت تجرب التيمبلت نفسه مثلا تيمبلتز زي ده حتدي اقول تري ات هنا مثلا سي لو انت التيمبلت ده عجبك ممكن هنا تغير مثلا father blue and beige closes white and brown ultra high definition picture quality وهنا تقدر تحدد الاسبك ريشيو 9-16 وابتدي ان انا ادوس enter انا هنا هستخدم التيمبلت الخاص بي او استفيد من التيمبلت الخاص بي الصورة ان انا اعمل عليه edit وحط object تاني او حط شخصية تانية هنا مثلا صورة زي 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 ما احنا شايفين kind father اعطيك الاب وبنته حبتدي اروح اجرب حاجة تانية مثلا وتقدر تعمل على طول زي ما انت عايز يعني هنا ممكن اعمل جنور اقول مثلا a white kitten is walking in the middle of street make make the background is blur مش عايزة يكون واضح middle of empty street شارع فاضي ممكن اقول in the morning وممكن اروح هنا في ratio اخلي 16 ل9 وال style ممكن اخلي portrait landscape anime 3d تعال نشوف 3d وندوس enter ادي الصور العطهالي صور حلوة جدا زي ما احنا شايفين هنا بيقول could you add some details to the background what other animals could i add to the picture beside the kitten انا هيجاوب لك ويقول لك ممكن حاجات كتير جدا انت اضفها you can add playful puppy ممكن ابتدي ان انا اخد تاني الوصف بتاعي is walking وقول له beside puppy يديك افكار يعني ودوس enter وآدي الصورة هو ده يعني طبعا ده مش puppy ده اخرى ده puppy زي ما احنا شايفين فالصورة دي هي اصح صورة طبعا فيه اخطاء يعني لا ننكر ولكن ايجا جيدة بالنسبة لي موديل مجاني خالص زي ما احنا شايفين ممكن يكون هنا فيه puppy ماشي ورا الصورة دي برضو حلوة والصورة دي كمان كويسة ممكن انا استخدمها تعال نشوف حاجة تانية هنا مثال دارك فانتازي هنا اعتقد سنو ينايت وفيه زي ترين ماشي وسط السنو تعال كده نشوف الريشيو هنخليها 16 لتسعة الستايل انا عايزة ستايل تكون سايبر بونك هنا بيقول الكونتنت اللي انا كتباه exceed length limit هنا عدلت بس على التاكست علشان يناسب العدد المسموح بي من الكلمات او من الكاركترز هنا سايبر بونك بص نتيجة دي حلوة وتقدر بقى تنشئ بلا حدود يعني انت تقدر تنشئ بلا حدود صور ممكن في image generation احط ايضا وصف تاني زي مقلت لك تقدر تروح تختار من القوالب الموجودة هنا زي black perfume bottle ازازة perfume محطوطة جنب magazine on the table وهنا بالنسبة الريشيو هخليها واحد لواحد وفي الستايل ممكن اخلي portrait حيبتدي ولد الصورة وبصوا النتيجة كمان عاملة ازاي هنا مثلا دي ازازة صودة ممكن تتخذ تعمل عليها edit داخل canva لو انت حابب تحط اسم معين على هذه الزجاجة بص النتيجة هنا عاملة ازاي النتيجة حلوة جدا ده بالنسبة الموقع النهاردة cc.com اتمنى تكونوا استفدتم من هذا الموقع حاول تستفيدوا بي في جزئة الخاصة بالكتابة او خاصة بالترجمة او لو حتى عايز تستخدمه علشان تنتج صورة او تعمل لأي pdf او ويب بيج لينك قدم بإذن الله تعالى على قناة كل يوم موقع جديد زي بقولك في نهاية كل فيديو متنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولكنتم متابعين الاعزاء متنساش لايك وشير وكممنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته